بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بإيزي كيميستري إن شاء الله رح نأخذ الفكرة الأولى اللي هي المعادلات الكيميائية الحرارية لتغيرات الطاقة السؤال عندي ما كتلة البروبان C3H8 التي يجب حرقها في مشواه لكي تطلب 4560 كيلو جول من الحرارة إذا علمت أن دلتا H له تساوي سالب 2219 أول شي المطلوب عندي الكتلة بلقرام ومن المعطيات عندي اللي هو حرارة الاحتراق وتساوي 4560 ومعطي عندي المحتوى الحراري دلتا H يساوي سالب 2219 فأنا عندي قانون اللي هو حرارة الاحتراق يساوي يساوي المحتوى الحراري مضروب بعدد المولات عدد المولات هي اللي حتوصلني للقرامات فأول خطوة ممكن أعملها هو أني أوجد عدد المولات من خلال هذا القانون سأستنتج أنه عدد المولات عدد المولات تساوي حرارة الاحتراق مقسومة على 3 يساوي حرارة الاحتراق ب4560 مقسومة على سالب 2219 حيطل عندي الناتج سالب 2 فاصلة 54 من ألف مول هي عدد المولات ننبه هون هو قللك بالسؤال أنه تطلب أي التفاعل طارد هحط الإشارة السالبة سالب قسمة سالب هيصير عندي بالموجة ثاني شي هحول عدد المولات إلى قرامات من خلال القانون عندي اللي هو الكتلة بالقرام تساوي عدد المولات في الكتلة المولية عدد القرامات تساوي هاخد عدد المولات 2 فاصلة 54 من ألف هضربها ب 12 في 3 زائد 1 في 8 حيطلع الناتج عندي 90 90 فاصلة 37 غرام وهي أوجدنا الكتلة بالغرام للبروبان التي يجب حرقها في المعادلة لمزيد من المعلومات هنرجع لي إزيكي مستي